صباح الخير صباح السعادة صباح يوم جديد كل اشراق وتفاول النهاردة الحد الموافق 16 عشرة 2022 النهاردة فقراتنا مختلفة فقرة حنتكلم فيها عن دور الدولة في تشكيل وجه الاقتصادي الجديد وهو تمكين القطاع الخاص من تنمية الاقتصادية وتقليص مؤسسات الدولة في الاوجه المشاط الاقتصادي هيكون معنا في هذه الفقرة الدكتور اسامة محمود استشاري في ادارة الاعمال والتسويق الدولي وعضو الجامعية الامريكية للتسويق اما الفقرة التانية هنتكلم عن مؤتمر كلنا نتكلم عنه الايام دي وهو مؤتمر المناخ هنتكلم عن هذا المؤتمر واللي هيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 هنتكلم عن اهمية هذا المؤتمر وكمان هنتكلم فيها عن الطاقة النظيفة اللي ممكن نستبدلها علشان نقلل من تأثير السلبي للتغيرات المناخية اللي بتحصل للعالم كله هيكون معنا في هذه الفقرة استاذ الدكتور سامح نعمان هيكون معنا في هذه الفقرة لكن قبل كل ده نروح لفقرة النشاط والحيوية وفقرة مع الرياضة ودعوة لممارسة الرياضة ولو عشر دقيق على الصبح كده عشان تدينا طاقة إيجابية وكمان فتنس كده للجسم نحن نشوف هذه الفقرة ونرجع مع حضراتكم لأهم الأخبار الخفيفة والسريعة مع أهم الأخبار الخفيفة والسريعة اليوم الأحدى الموافق 16 عشرة 2022 اليوم السابع الوزراء يعتمد عددا من قرارات اللجنة الوزرية لتسوية منازعات عقود الاستثمار صندوق النقد الدولي يدعو إلى تنويل أفريقيا مع اقتراب مؤتمر كوب 27 في مصر الاقتصادي يتصدر العالم في متوسط النمو بعد معاناته قبل 2013 جريدة الأهرام محافظ شمال سيناء منح أراضي المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار وزير التموين توفير القمح والدقيق للقطاع الخاص لمدة شهر وزير الخارجية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 40% أما عن الداخلية تعلن استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لفاقدي البصر جريدة الأخبار وزير الإسكان 8136 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمدينة أكتوبر الجديدة التعليم الفني استثمار المستقبل وأفاق جديدة للتنمية أيضا إلزام الطلاب بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلمان قبل نهاية كل ترم الصحة إجراء مليون وثلاثة مائة وسبعة وتسعون ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوام الانتظار والتطعيم بلقاح كورونا وجرعاته التنشطية يحمي من موجات الإصابة الجديدة التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار اليوم العالمي للمرأة ريفية وجوه مبتسمة من أجل لقمة العيش بغيطان الشرقية وأخيرا أخبار الطقس الأرصاد اليوم انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار والعظمة بالقاهرة 28 درجة وبالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمة 28 درجة والصغرى 21 درجة الأسكندرية العظمة 27 درجة والصغرى 21 درجة ومطروح العظمة 25 درجة والصغرى 19 درجة وأصوان العظمة 36 درجة والصغرى 22 درجة وبكده نكون خلصنا أعمل أخبار خفيفة والسريعة اليوم الحد 16-10-2022 وهنروح دلوقتي لأمال جديدة لإنقاذ البشرية من التغيرات المناخية وطبعا تأسيد السلبية من هذه التغيرات بمؤتمر المناخ سوف يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم هنروح لهذه الفقرة لكن بعد الفاصل الحياة 25% من الكائنات الحياة مهددة بالفناء أثار كاريسية مدمرة للكرة الأرضية الحياة ده كله وسبب التغيرات المناخية من تلوث البيئة وسط كل هذه المخاوف بتنطلق شعاع أمل لكل المصريين ولكل العالم من جراء مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد فيه نوفمبر القادم في شرم الشيخ أمل جديد لإنقاذ البشرية الحياة ده بيعتبر بمثابة هدية من أرض الكنانة مصر لسكان الأرض من خلال هذا المؤتمر الحياة أن التغيرات المناخية هو بمثابة موت بطيء للإنسان والإنسانية إذ لم يتحد العالم لهذه التغيرات المناخية يساعدنا في هذا الإطار أن يكون معنا أستاذ دكتور سامح نعمان أستاذ بكلية الهندسة وخبير أطلاقها صباح الخير يا فندم صباح الخير يعني عايزة أعرف الأرض بقت أكثر احترارا يا دكتور يعني بقينا واحد واثين من عشرة أكثر حرارة هل ده بسبب إيه؟ يعني إيه سببها؟ السبب الدول الصناعية الكبرى بتعتمد على إنتاج الكهرباء من الفحم والفحم أكبر ملوس للبيئة إنتاج تن الفحم بيطلع قدامه تن سانيكسويت كربون ده بخلاف أن رماد الفحم فيه مواد ضرة وسامة للإنسان لأنه مجرد أنه بيستنشقها ولمجرد أن البودر بتاعه أو البودرة بتاعة رماد الفحم تنتشر على الأراضي الزراعية أو الإنسان بيشمها متسبب أمراض سرطانية في حاجات كتير لأنه منه من رماد الفحم ده حاجات كتير جدا درب الصح هي دي الغازات المخلقة اللي بنون عليها؟ لا تختلف عن الغازات المخلقة لأنها دي طبيعية من إنتاج الفحم ولكن هما بدأوا في خط زيرو كربون يعني إنتاج الكهرباء أو كل المحروقات يفضل أنها تكون أقل ما يكون على مستوى العالم فبدأوا يتجهوا إلى الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من الفحم لأن لو بصينا الفحم زي ما بقول حضرتك الطن الفحم أو كيلو الكهرباء اللي بيطلع من الفحم بديني قدامه كيلو ثاني أو سيك كربون طيب الغاز لو أنا استخدمت الغاز بديني حوالي 400 جرام فالغاز أقل ضررا ولذلك بيتجهوا إلى الغاز ولكن الأفضل من ده كله الطاقة المتجددة سوى الكهرباء اللي أنا بأخدها من الميا بتطلع لي حوالي 6 جرام لكل كيلو الطاقة الرياح بتطلع لي حوالي 12 جرام الطاقة الشمسية اللي هي الفوتوفولتك بتطلع حوالي 40 جرام فإذا الطاقة المتجددة هي أقل ضررا للبيئة لأنها تقريبا ما فيش ثاني أو سيك كربون بنسبة للغاز أو بنسبة للفحم ولو بصينا هنلاقي أمريكا 44% من إنتاج الكهرباء من الفحم أجل أوروبا تقريبا 17% من عندها إنتاجها من الفحم كهرباء طب ما دي بقى كوارث كونية يعني الفحم ده هي أساس كوارث كونية بالضبط ولذلك هما بدأوا يدوروا على زير الكربون وأيام كوفيد بعد كوفيد على طول الصين قفلت مقاطعات كاملة كانت الإنتاج عن دهب يعتمد في الكهرباء على الفحم وكانت من البلاد المؤسرة في ضرر البيئة فبدأوا يعملوا لهم طايم معين يشتغلوا 3-4 ساعات أو في اليوم لحد ما بقى يغيروا المحطات بتاعتهم من فحم إلى غاز عشان يحرصوا على البيئة طب أوروبا يا دكتور بعد الصناعات المتوقفة رجع تاني تستخدم الفحم ما هو ده نتيجة بقى الحرب بتاعة روسيا وإحنا اللي هي العلاقة بين روسيا وأوكرانيا حضركني بصي كده العلاقة عشان نشوفها لها المشكلة الرئاسية أوروبا بتاخد من روسيا 200 مليار متر مكعب المتين مليار متر مكعب لما وقفهم الروسيا هل بقية دول العالم تقدر تدي لأوروبا المتين مليار؟ لا ما فيش دولة ولا الدول مجمعة على بعض تدي هذه القيمة من الغاز أو المقدار ده من الغاز لأوروبا فهنا أصبحت مشكلة طيب نبص نلاقي أن 44% من مصانع الطاقة اللي موجودة في أوروبا بتعتمد على الفحم من روسيا فبرضو لو قفلت روسيا ما أخدش منها فحم يبقى إذا محطات الكهرباء اللي بتشتغل بالفحم في أوروبا مش شغالة طيب المشكلة دي إنعكاسها على أوروبا إيه؟ إن ما عنديش غاز يبقى هبتدي أشغل محطات بتاعتي بالفحم طيب ما عنديش فحم من روسيا هبتدي أجيب من برة هجيب من أندونسيا وأجيب من أستراليا إن أنا أجيب المواد الخام اللي بتشغل الطاقة الكهربائية بتاعتي خارج المكان الأصلي دي تكلفة تكلفة عليها جداً ومهددة بأنها يحصل فيها مشاكل دي يعني لو أنا بجيب الفحم من أستراليا أو من أندونسيا وحصلت مشاكل في البيئة الطقس أفل والجو ومش كويس والمراكب اللي جايبها لي الفحم مفيش إمداد طيب لما بتكلم على الغاز الغاز أنا باخده من روسيا إزاي؟ باخده عن طريق أنابيب النوردستريم وانو بقيت الشبكة بتاعة الأنابيب طيب لما أنا أفتها من روسيا هل في خط أنابيب إضافي إن أنا أخد طاقة منه؟ مفيش يبقى إذا أنا حستورد من برة طيب عشان أستورد من برة أنا هستورده غاز مسال يبقى لازم يتوفر عندي في البلد بتاعتي في أوروبا محطات إعادة إسالة إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وينمشي في بايم هل ده متوفر؟ دول كتير جداً ما عندهش هذا الكلام فبدأوا يشتروا أو يأجروا محطات مراكب عيمة تاخد الغاز المسال تحوله فدي مشاكل رئيسية داخل أوروبا هل أوروبا هتستوعب النقص الحاد اللي بتاخده من روسيا؟ صعب جداً إذا كان في الإعلام ما إحنا دايماً ناخد بنا من التايتل أو الكلام في الإعلام والواقع هو بيقول أن أنا بغازي أو بتعدى المشكلة الرئيسية بتاعتي الغاز في فترة الشتن طيب بعد الشتن طيب شايف حضرتك أثار الحرب في أوكرانيا حنحلها إزاي؟ يعني اللي هي حنحلها إزاي؟ أوروبا بتحاول تام الوردات منين؟ طب هتحلها إزاي؟ هي بتاخد الوردات بتاعتها دلوقتي بتاخد الحل بتاعها بتاخد شوية الفيضة عندها من الجزائر القطر قطر بتنتج حوالي 150 مليار متر مكعب ولكن كلهم متبعين بعقود فالعقود في شرق عسي فإذا ما عندهاش فائد مصر عندها 7 تن اللي هي بتطلعهم 7 مليون تن بقية الدول فيه كمان خط لسه جاي من أفريقيا هيطلع عن طريق المغرب الخطوط دية الدول اللي عندهم أزيبيجان كل الدول دي عندها عقود آجلة يعني الغاز بتاعها متبع مسبقا بعقود فإذا ما فيش فائد عشان يطلع هم عشان كده تحولوا لإيه تحولوا للفحل أساسي بيحاولوا يعملوا محطات نووية ولكن محطات نووية ماهيش في الضربة تطلع تشتغل على طول إحنا هنحاول إزاي بقى مهارجة وتنين الفحل يعني هيبقى أثار سلبية أكتر على التغارات المناخية وتلوزبية أكتر هنخرج من الدايرة دي إزاي دكتوريا الخروج من الدايرة دي هي حتيجي بالإجبار بإجبار الطبيعة مش بإجبار السلاح وبإجبار الطبيعة لأن عدم توفره يبقى لازم حيعوده في مفاوضات وترجع الأمور كما كانت إلا إذا ربنا بقى بعت لهم غاز منين الله أعلم لكن الاحتياطي العالمي أكبر احتياطي العالمي 49 أو 50 تريليون متر مكعب هو اللي موجود في روسيا يليها إيران يليها قطر ولكن ما هواش متوفر حاليا إنه هو قديل أوروبا طيب أوروبا ما عندهاش أجيب منين لازم هيحصل فيه تفاوض وترجع الأمور كما كانت وعلى فكرة أقل سعر غاز بتاخده أوروبا بتاخده من روسيا لأنه من خلال البايب ما فيش نقل وهي كانت بتدهرهم أرخص من السعر العالمي كمان فإذا الميزة دي مش موجودة في أي منطقة تانية غير موجودة من روسيا فهو العلاقة إنه يحصل مفاوضات وأوامر تبقى فيها جلسات كده وتبقى الحلول إن روسيا تاني تمد بالشروط اللي هم عايزينها غير كده الحلول فيها تعقيد لمحطات نووية تقدر تسد الوقت ده كمان فيه مشكلة كبيرة إن فرنسا كانت بتعتمد على 75% من الكهرباء بتاعتها من الطاقة النووية 25% من محطات دلوقتي عطلانة بتاعة فرنسا وعلشان تصلحها فيها مشاكل سياسية داخل فرنسا المشاكل السياسية أو المظاهرات اللي موجودة بتقلل من فترة الإصلاح بتاع المحطات دي فعشان كده فرنسا لجأت برضو إلى الفحم فإذن كل الدول اللي هي كانت بتساند وبتدعم إن هو يبقى زيرو كربون دلوقتي كلها بقت 100% كربون طب مؤتمر المناخ اللي هيتم منعقاضه قريبا في شرم الشيخ إيه الحلول اللي هتقدمه وسط يعني الضبابية اللي حضرتك دلوقتي لا ده حقيقة أنا ما بقولش أنا بقول حقائق أنا عارفها بس أنا عايزة أقول هتقدم إيه يعني حتى إحنا بنقولها هيدروجين الأخضر وهو ده وقدر مستقبل صحيح طيب يعني هتطرحوا إزاي مع الضبابية اللي هتقدم بتقولها لنا هو الهيدروجين الأخضر هو الحل الوحيد لهذا الموضوع ولكن هو مش متوفر في إيدي دلوقتي هو متوفر قدامي كمان 3-4 سنين حيبقى 5 سنين يبتدي يغطي هذا الكلام لما احنا بنحل المشكلة في الوقت الحالي ما هو ألمانيا بتعمل 27 محطة في خلال لحد 23 آخر 23 محطة بتاعتها فحم تشتغل بالفحم طيب كله وإنجلترا بتعمل محطات نووية هتاخدها بعد خمس سنين ولا ست سنين ألمانيا بتصلح المحطات القديمة بتاعت النووي والمحطات بتاعت الفحم وتشتغل بيها إنما علشان أشتغل بالكربون الأخضر أو أشتغل بأي حاجة أو الطاقة الجديدة والمتجددة كلها بتاخد توقيت كبير عبل ما تعمل إنما إحنا في المشكلة الحالية كله بيقول إن إحنا هنعدي الشتاء طب بعد ما تعد الشتاء هتعمل إيه هي دي المشكلة الحالية إنما بالنسبة للحلول اللي هيجي قلوها في بطاقة أوروبا هيقلونا إيه هم أصحاب الفكرة إنه زيرو كربون طب هل دلوقتي عندهم فكرة زيرو كربون هل هم شغالين على فكرة زيرو كربون ولا زيرو كربون عندهم هيبدأ إمتى وعبل ما يبدأ زيرو كربون هيكون الفترة اللي هم بيشتغلوا بيها بالفحم دي تأثيرها على البيئة شكله إيه؟ فإذن هي فترة صعبة شوية إنما لما بنتكلم عن الهيدروجين الأخضر هو الحاجة المثالية لزيرو كربون في الجو هل هيتم في شركة نرويجية هتتعاون لإنشاء أو محطات الهيدروجين الأخضر؟ هناك أكتر من 19 مذكر التفاهم لإنشاء محطات الهيدروجين الأخضر وإحنا بنتميز مصر بالذات تتميز في إنتاجها أو إن شاء الله تتميز في إنتاجها للهيدروجين الأخضر عن الهيدروجين الأزرق لأن هنا فيه اختلاف كبير بين الاتنين الهيدروجين الأزرق علشان أعمل الهيدروجين الأزرق لازم يكون عندي غاز ومن الغاز بطلع منه طبعا شوية بروسيسين كده بطلع منه هيدروجين رمادي الهيدروجين الرمادي ده أشيل منه سانيوكسيد الكربون ناخد بالنا أن هنا في إيه؟ سانيوكسيد الكربون أشياء منه سانيوكسيد الكربون يطلع للهيدروجين الأزرق اللي أنا أستخدمه طيب ده كهيدروجين أزرق وطلعه من الغاز طيب الهيدروجين الأخدر بأخذه من إيه؟ بأخذه من تحليل المية وبأستخدم مع تحليل المية الطاقة الجديدة والمتجددة وما بيطلع هيدروجين أخدر ما فيهوش سانيوكسيد الكربون فهو الأفضل في الاستخدام أو في الاستخراج أو في الحصول على الهيدروجين يبقى هيدروجين أخدر طيب نشوف المقاومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر هل هي متوفرة في مصر ولا لا المنطقة الوحيدة على مستوى العالم بتوفر جميع العناصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكفاءة عليها هي موجودة مصر ليه؟ أولا بدوروا على الاستقرار ده موجود ده فين يا دكتور؟ مصر مصر هي أكتر منطقة دولة مكافأة لكذا الكلام لأن أوروبا قبل الحرب كانت عينها على دول شمال أفريقيا من الدول اللي أقدر أخد منها هيدروجين أخضر بكفاءة وكميات كبيرة نلاقي مصر عندها إحنا عايزين مية وعايزين طاقة عشان نطلع هيدروجين أخضر إحنا عندنا المية 3000 كيلو متر حدود سواحل البحر الأحمر والبحر الأبي المتوسط دول 3000 كيلو طيب عشان نطلع طاقة جديدة ومتجددة طاقة جديدة اللي هي الشمسية والرياح فدي هل المساحة والمناخ في جمهورية مصر العربية يسمح؟ طبعا يسمح كويس قوي من أفضل دول إنتاج الطاقة الشمسية وعندنا أكبر محطة محطة وعشان كده يمكن أنه يبقى فيه شراكة للنرويج مع النرويج أكثر مع دول كتير جدا مع النرويج ومع أستراليا ومع ألمانيا مع دول مع معظم دول واليابان كل الدول بتيجي تجري وتعمل مذكرات تفاهم عشان تنتج عشان يبقى عندها بس ده لسه مستقبلا يا دكتور عندها بعد خمس سنين تقريبا سنين عبر ما ينتج إحنا هنعمل إيه في الفترة دي؟ إحنا مين كمصر ولا كالعلم؟ العلم ومصر مصر مستقر ليه؟ لأنه لو ما كانش عندنا الغاز في الفترة اللي فاتت وعملنا عملية تشبع كامل سنة 2018 كان دلوقت سعر كيلو الكهرباء 10-12 ضعف لأنه لو بصنا في الأسعار الأسعار العالمية إحنا في مصر بنيدي لمحطة الكهرباء وحدة اللي هو الوحدة الحرارية اللي بتنتج حوالي المتوسط بتاع 150 كيلو بنيديها لها بتلاتة دولار سعر الوحدة الحرارية دي في أمريكا السوق العالمي 9 دولار طب في أوروبا كام دلوقتي؟ حضرتك بتتروح من 70-84 دولار فده الفرق فإحنا لو ما كانش عندنا غاز كنا هناك في المشكلة دي كنا هنشتري الغاز بأسعار 7-10 أضعاف وبالتالي هنطلع الكهرباء يبقى لازم نبقى طب هل إحنا بقى ممكن نمد أوروبا بالغاز نعمل شراكة إحنا بنمد أوروبا بالغاز دلوقتي بحوالي 7-20 بس إحنا محور في الغاز نزود يا دكتور يعني هما هل إحنا عندنا استعدادنا إحنا نزود مدادنا لأوروبا ألمانيا لاتحاد الأوروبا وعشان كده رئيس الوزراء طلع من حوالي شهرين وقال إحنا لو عايزين نعمل توفيق ترشيد الترشيد ده له حساب لو إحنا عملنا ترشيد ده بالإعلاقة اللي أنا قطع لو عملنا ترشيد 5% من الانتاج بتاعنا في الكهرباء هنوفر حوالي 1.5 جيجا 1.5 جيجا ده 1.5 جيجا كهرباء لو حولتهم لغاز وسعر غاز بسعر الوحدة الحرارية 84 دولار لمدة 6 ساعات هنبيعهم بـ 5 مليون دولار في اليوم 5 مليون دولار ده التوفير ده الفكر بقى أن أنا أوفر 5% 5% لمدة 6 ساعات هيوفر حوالي 1.5 جيجا 6 ساعات هيوصلوا معي 84 دولار 5 مليون دولار بسعر الوحدة 84 دولار لوحدة الحرارية وحضرتك دي مشكلة أن الغاز ده عمل مشكلة كبيرة في أوروبا بيعملوا مؤتمر دلوقتي عندهم مشكلتين قال إن إحنا علشان نشتري غاز ويبقى العملية مستقرة في طريقتين يأما نسبة سعر الغاز وعشان نسبة سعر الغاز دي الدول اختلفت بين أوروبا داخل أوروبا داخل 27 دولار اختلفوا قالوا ليه لأن إحنا لو سبتنا سعر الغاز طب لو سعر الغاز ارتفع إحنا مش هنشتري يبقى إحنا عندنا هيحصل تضخم والإنتاج مفيش قالوا لأ طيب يبقى مش هنسبت سعر الغاز إنما نسبت سعر إنتاج الكهربا طب قال لو أنا سبت سعر إنتاج الكهربا واشتريت غاز غالي يبقى لازم هرفع سعر الكهربا وهيبقى سعر الكهربا عالي جدا فعشان كده المؤتمر بتاعهم اللي تعمل الجمعة اللي قبل اللي فاتت فشل وأجلوه للخميس والجمعة اللي جاي علشان يوصلوا الحل ومش هيوصلوا الحل لأن في أوروبا في دول غنية بتدفع دعم للشعب بتاعها ودول فقيرة أو دول مش قدرا هتدفع دعم ولذلك حصل مشكلة ما بين بولندا وألمانيا بولندا قالت لألمانيا أنتوا آنانيين أنتوا عندكم فلوس وبتدفعوا دعم للبلد بتاعكم إحنا مش هنقدر ندفع دعم بنفس الطريقة بتاعكم فداخليا بسبب أزمة الغاز بينهم مشاكل داخلية بس إحنا كمصر ما فيش عندنا أي مشكلة لا الحمد لله من الوحدة إحنا بنبيع بتلاتة دولار وبرى بأربعة وتمين دولار والاتحاد الأوروبي هو في مشكلة طبعا أكتر مشكلة في الاتحاد الأوروبي طب إحنا بقى كممارسات بنمارسها إحنا ممكن إزاي نحد بقى من التغيرات المناخية من تلوس البيئة إحنا علينا كمان دور يعني التدخل البشري إحنا استخدامتنا إحنا الخاطئة إحنا إزاي تدينا إرشادات إحنا نعمل إيه عشان نحد من هذا عشان نحد من ده يبقى إحنا لازم نقلل الحاجة اللي بتطلع الكربون عشان نقلل الحاجة اللي بتطلع الكربون يبقى لازم أعمل ترشيط للكهرباء دي أول حاجة ده بالنسبة لي كطاقة كمان بالنسبة للمحروقات بقى اللي هي الحاجات اللي بتاع عبش الرزق اللي بتحرق والزبالة اللي بتحرق في الشارع والحاجات دي كلها لازم لازم تقف تماما لأن ده سينوكسيك كربون بيطلع في الجو ده بيأثر كده على البيئة ثالثا إن أنا أستخدم الطاقة المتجددة في الكهرباء أكتر من أي حاجة تانية يعني ليه؟ لأن زي ما قلنا كده إن استخدام للطاقة المتجددة العادم بتاعها لا يتعدى 40 جرام يعني لو استخدم طاقة فوتوفولتك دي 40 جرام لكل كيلو لو استخدمتها كغاز 400 جرام يعني فرق كبير يبقى أنا لازم أتجه إلى الطاقة الجديدة المتجددة وإحنا عندنا المناخ كويس جدا ثانيا لما استخدم الطاقة المتجددة أنا بوفر الغاز الغاز ده أنا عندي له حلول كتير حلول داخلية وحلول خارجية الحلول الخارجية تصدير تصدير يبقى إذن أنا من الدول الكبيرة والحمد لله وصلنا كده ولنا تأثير دولي داخليا أحول الغاز ده إلى صناعات البترو كيمويات صناعة البترو كيمويات لو أنا استخدمت وحدة حرارية في الكهرباء بلاش ورحت استخدمتها في البترو كيمويات هكسب تسع أضعاف لأنا كنت أكسبه في الكهرباء فإذن لو أنا حولت استخدامي ووجهت الغاز داخليا من الغاز بدل ما يبقى في الكهرباء واستخدم طاقة جديدة متجددة مكانه قادر استخدمه داخليا بترو كيمويات واكسب للقيمة المضافة بتوصل لتسع أضعاف حاج متوقع كمؤتمر تغيير المناخ اللي هيعقد هل حيبقى فيه نتائج إيجابية ممكن تحصل يعني أنا كنت عندي تفاؤل أكتر ما حداك لما قعدت معي حسيت لا لو مش التفاؤل أوي كده نحن بنتكلم من الأرض الواقعة هو مين اللي كان بيعمل المؤتمر وبيجري وراء أمريكا وأوروبا وهم عندهم الأساسياء يعني هم أصحاب القانون وهم اللي جايين يقولوا الإرشادات والنتائج بتاعتهم علشان العالم كله يمش عليها طيب دلوقتي لما يجوا هيقلولنا إيه ده اللي احنا منتظرينه يعني فيا ربنا سهل إن شاء الله يا رب الخير وطبعا بشكر حدتك بشكر أستاذ دكتور سامح نعمان أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة شكرا الله حدتك لعافية حدتك